اشتركوا في القناة ملاعب من كأس العالم قطر 2022 وايضا الملاعب قد تم تصميمها بشكل احترافي وجيد وايضا يجب ان يكون لديكم السايدر على اللعبة لكي يشتغل معكم الباك لهذا يجب ان ينتقون بتركيب او اضافة ملفات السايدر على اللعبة وليس ملف سيبيكا ولكن قبل الدخول الى صلب الموضوع لا تنسوا دعم القناة ايضا اذا كنت مشترك في القناة فلا تنسوا تفعيل زر جرس الاشعارات لكي تتوصلوا باي جديد على هذه القناة كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب سوف تجدون رابط قناتنا الثانية اسفل الفيديو في الوصف والان سوف نبدأ على بركة الله اولا تقومنا بالذهب الى هذه المدونة سوف تجدون رابط هذه التدوين اسفل الفيديو في الوصف بعد النقر على الرابط يوجدكم هذه الصفحة تقومنا بالذهب الى الاسفل سوف تجدون صورة خاصة بالموضوع أيضا حجم ميلف الباك الملاعب 2.8 ميجا بايت تاريخ إصدار باك الملاعب في الثالثة عشر ديسمبر 2022 أيضا ملاحظة الميلف متوفق مع جميع الباتشات الخاصة باللعبة كذلك يجب أن يكون لديكم الصيدر على اللعبة لكي يشتغل معكم الباك أيضا هنا صور الملاعب من داخل اللعبة كما ترون هذه هي الملاعب التي سوف يتم إضافتها على اللعبة كما ترون الملاعب قد تم تصميمها بشكل احترافي وأيضا كل الملاعب كما ترون هي الملاعب الخاصة بكأس العالم قطر 2022 أيضا هنا سوف تجدون الشرح أو الفيديو وهنا سوف أضع لكم روابط تنزيل ميلفات خاصة باك الملاعب مقسمة إلى ثلاثة ميلفات سوف أضع لكم لاحقا ميلفات التحميل هنا أو روابط التنزيل هنا عند نشر الفيديو بعد تنزيل ميلف رقم واحد يظهر معكم ميلف مضغوط هكذا بالوينرار ثم تقومنا أيضا بتنزيل ميلف رقم اثنان والميلف رقم ثلاثة كما ذكرت الباك مقسم إلى ثلاثة ميلفات أولا تقومنا باستخراج الميلف الأول إكستراكت هكذا ثم تقومنا باستخراج الميلف رقم اثنان أيضا هكذا وبعد ذلك تقومنا أيضا بنفس طريقة استخراج الميلف رقم ثلاثة بعد استخراج كل الميلفات يظهر معكم ميلف رقم واحد على هذا الشكل الميلف رقم اثنان والميلف رقم ثلاثة كما ترون أولا تقومنا بالذهاب إلى ميلفات اللعبة ميلفات لعبة بيس 2021 ثم إلى ميلف كونتنت كما ترون يجب أن يكون لديكم سايدر ثم تقومنا بإنشاء ميلف ستيديوم تقومنا بإنشاء ميلف جديد وتسميته ستيديوم إذا لم يكن لديكم ميلف على اللعبة فقط تقومنا بالضغط على الزل أيمن نوفو ثم دوسي أو ميلف جديد وتقومنا بتسميته ستيديوم على هذا الشكل بعد ذلك تقومنا بالدخول إلى ميلف ستيديوم ثم تقومنا بالذهاب إلى ميلف رقم واحد الذي قمنا بتنزيله ثم إلى ستيديوم سيرفر ثم إلى فيفا ويردكاب 2022 تقومنا بنسخ كل هذا الميلف كوبي ثم تقومنا بالذهاب إلى ميلف كونتنت ثم ستيديوم كما ذكرت ثم تقومنا بنسخ الميلف على هذا الشكل بعد نسخ ميلف رقم واحد كما ترون هكذا في ميلف ستيديوم تقومنا بالعودة مرة أخرى إلى الميلف رقم اثنان تقومنا بالدخول إلى الميلف رقم اثنان ثم ستيديوم سيرفر ثم هذا الميلف ثم تقومنا أيضا بنسخ هذه الملاعب كوبي ثم تقومنا بالذهاب إلى ميلف كونتنت ثم ستيديوم ثم إلى ميلف فيفا ويردكاب 2022 ثم تقومنا بنسخ الميلفات على هذا الشكل مع الميلفات رقم واحد كما ذكرت من قبل بعد نسخ ميلفات رقم اثنان كما ذكرت هكذا تقومنا أيضا بالعودة إلى هذا الميلف ثم تقومنا بالذهاب إلى الميلف رقم ثلاثة كما ترون تقومنا بفتح الميلف ثم إلى هذا الميلف ثم تقومنا بالذهاب إلى فيفا ويردكاب 2022 ثم أيضا تقومنا بنسخ هذه الملاعب كوبي ثم تقومنا بالذهاب إلى ميلف ستيديوم ثم فيفا ويردكاب 2022 ثم تقوم بنسخ الملفات على هذا الشكل بعد نسخ كل الملفات في ملف ستيديوم سيرفر في ملف ستيديوم عفوا الملف رقم واحد والملف رقم اثنان والملف رقم ثلاثة كما ترون هذه هي جميع الملاعب التي قمنا بنسخها في ملف ستيديوم هناك تقريبا ثمانية ملاعب كما ترون خاصة بكأس العالم قطر 2022 بعد ذلك تقومنا فقط بالذهاب أيضا إلى الملف رقم ثلاثة مرات أخرى ثم ستيديوم سيرفر ثم تقومنا بنسخ هذا الملف الخاصة ملماب كومبيتيشن كما ترون تقومنا فقط بنسخه كوبي ثم تقومنا بالذهاب إلى ملف كونتنت ستيديوم في فا ويرد كاب 2022 في ملفات اللعبة ثم هذه الملفات تقومنا بنسخ الملف هنا في هذا المصار على هذا الشكل ماب كومبيتيشن كما ترون تقومنا بفتحه بالبلوك نوت أو نوت باد ثم تقومنا بالذغط على سيف أو حفظ تقومنا بغلق النافذة على هذا الشكل أما الأشخاص الذين لديهم الماب كومبيتيشن من قبل هذا الملف لديهم من قبل على اللعبة تقومنا بفتحه بالبلوك نوت أيضا أو نوت باد ثم تقومنا بالذهاب إلى الملف رقم ثلاثة ثم ملف ماب كومبيتيشن وتقومنا بنسخ كل هذه الملفات الخاصة بالفيفا ويرد كاب 2022 هكذا كوبي ثم تقومنا بالذهاب إلى ملف الماب كومبيتيشن ثم تقومنا بالذهاب إلى ملف الماب كومبيتيشن الموجود في اللعبة وتقومنا بنسخ الملف هنا في هذا المصار أو في أي مكان آخر هنا في هذا الملف بعد نسخيه على هذا الشكل كولي تقومنا بالناء الضغط على حفظ أو on registry ثم تقومنا بغلق النافذة بعد ذلك تقومنا بالذهاب إلى ملفات eFootball piece 2021 ثم إلى ملف صايدر تقومنا بفتح الصايدر أبليكيشن كما ترون تقومنا بفتحه بعد فتح الصايدر يظهر معكم على هذا الشكل تقومنا بوضعه في الأسفل على شارية المهام هنا ثم تقومنا بالدخول إلى اللعبة لعبة eFootball piece 2021 وسوف تجدون الملاعب شغالة داخل اللعبة بدون أي مشاكل ويجب أن تقومنا بالنقر على زر الهوم أو زر آخر لكي يتم فتح الصايدر من داخل اللعبة واختيار الملاعب التي تريدونها وكما ذكرت هناك ثمانية ملاعب تم إضافتها على اللعبة عن طريق هذا الصايدر أو الملفات فقد تقومنا بنسخ الملف رقم واحد واثنان وثلاثة في ملف الكونتنت ستيديوم ثم في فا ويرد كاب 2022 وتقومنا بنسخ كل الملفات كما ذكرت من قبل ثم تقومنا بإضافة ملف الماب كومبيتيشن وتقومنا بالنقر على حفظ ثم تقومنا بفتح الصايدر والدخور إلى اللعبة وهكذا قطعنا الشرح ولما لدي أي تعليق أو استفسار دعودي إليقاتكم أسفلها الفيديو سوف أردع لكم بسرح واقص ممكن وأي شخص لم يفهم الشرح أو الفيديو تواصلوا معي عبر صفحتنا على الفيسبوك أو الانستغرام وسوف أشرح لكم طريقة تركيب الملاعبي التفصيل لأن هناك بعض الأشخاص لا يعرفون لا يفهمون الشرح جيدا لذا يمكنكم التواصل معنا عبر الصفحتنا على الفيسبوك أو الانستغرام وسوف أشرح لكم بالتفصيل كيفية تركيب الملفات على اللعبة وفي الأخير لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب وحسبنا على الانستغرام وصفحتنا على الفيسبوك سوف تجدون جميع الروابط أسفل الفيديو في الوصفة والديسكريبشن وفي الأخير لا تنسوا أن نقر على لايك وشير وادمتم في أمان الله اشتركوا في القناة